قبل الوقت بقى ما يخلص نلحق نقول ايه اللي احنا جايبينه النهاردة هو فيه سناك حلوة قوي وظريفة تصبيره اه واجبة يعني اللي هي السناك اللي هي البينة بابين الواجبات بتدي احساس بالشابعة لانه زي ما قلنا المؤشر السكاري بتاعها منخافض الحمص لو هو مطحون صلطة الحمص اه لو هي مطحونة ومعها الجزر يعني ممكن يعمله ديبينج يعني يغمسها كده بالجزر ايوة وهي عليها نقطتين زيت زتون بقى ما احنا كمان نتكلم من ان ده فيه اوميجا 3 والحاجات دي برضو مفيدة جدا الزيت المفيدة اه تمام الارفة من الحاجات اللي بتزبط مستوى السكر في الدم قوي اه نسمعت عنها فعلا كلام كويس الاحسن ان هو تشرب يعني عيدان اه ولو هنضيف الارفة الباودر زي السناك ده انا حط لبن اه القلبان والجبن والحاجات دي كلها لازم تبقى خليط الدسم ليه لانه مش بس مريض السكر ان هو يمنع السكر لا ادى الدهون كمان يعني الجبن والزبادي واللبن كل ده قليل دسم فدي شفاة لبن خليط دسم وعليها 3 معالق شفان الموز متقطع سليسز ولو حابين يزودوا الاميجا عندنا هي الوجبة دي عندنا عالشاشة كباية لبن خليط دسم مع 3 معالق شفان نص ثمرت موز متقطعة شرائح ورشة ارفة ايوه عشان الارفة برضو قلنا احنا بتزبط وبرضو الوجبة التانية اللي انت دخل عليها هيش هورينا عليها كده اللي هي ثمرة التفاع مع الزبادي ورشة ارفة اه وعليهم رشة ارفة برضو تمام تمام كل دي تصبيرات حلوة وما ترفعش مستوى السكر ممتاز اه انا شايفك برضو جايبة احنا بندي مثال ان العيش الليبوني هو المفروض يستخدم دي بينات باطر اللي هي زبدة فول السوداني برضو ممكن تبقى سناك يعني ممكن اغمس العيش البوني ده بزبدة فول السوداني لان زبدة فول السوداني دي مش سكريات هي دهون بتاعت الفول السوداني دي حاجة مفيدة برضو مدهون المفيدة ممكن سناك برضو عصير البرتقان بس بتبقى الوحدة نص كبية مش كبية اه يعني انت حاجة عصران البرتقان فرش لكن التصبيرات ما تزيدش عن نص كبية تمام كمان ممكن نعمل عصير فرش تانية ونعمل نخففها بمياه دي برضو بيبقى المؤشر السكر بتاعها بيبقى اقل اه تمام اه في حاجة كمان انا عايز اقولها ان مريد السكر دايما بيسأل هل ممكن اشرب قهوة مشربش قهوة الكلام ده هو ممكن بس مش مايكطرش من القهوة يعني ممكن بمعدل وطبعا السكر ياخد بالهم السكر جواهم اه طبعا اه احنا ممكن نستخدم بداي السكر في بداي السكر امينة بداي السكر امينة يحط منها على قد ما هو بيحب يزبط الطعم يعني اه اه بس انا بنصح برضو انما ياخدو الكافي لما تتشرب القهوة تتشرب لوحدها مش مع اي نشويات خالص اه يعني ما تنصحش بيها مع الاكل يعني عموما لا خالص تتشرب لوحدها طيب اشكرك يا دكتور اهيب على معلوماتك